تواسل الدوحة ونظامها اتباع سياسة دعم الإرهاب وتمويله تحت غطاء خيري لتنفيذ أجندتها الخبيثة في مختلف دول العالم وهو ما أكدته الدنمارك مؤخرا تضييق الخناق على منابع تمويل الإرهاب دفع دولا داعمة له مثل قطر إلى تغيير استراتيجية حركتها والبحث عن طرق بديلة تدعم بها الجماعات الإرهابية المنفذة لأجندتها في المنطقة والعالم وذلك عبر مسارات لا تثير الشبهات بل ويمكن التنصل منها عند الحاجة وبالقطع لا يوجد ما هو أبعد عن أي شبهات أو رقابة مثل مؤسساتها الخيرية مزيد من الدول بدأت تعي الخطر الذي تمثله قطر من خلال دعمها للإرهاب ونشرها الفكر المتطرف كان آخرها الدنمارك التي تزايدت فيها الأصوات المطالبة بالتدقيق في التبرعات التي تقدمها الدوحة لبعض المؤسسات تحت غطاء خيري والبحث في الهدف من ورائها وحذرت صحيفة بيرلينكسكي الدرماركية من أن قطر أحكمت سيطرتها على مسجد كوبنهاجن الكبير المعروف رسميا باسم مركز حمد بن خليفة الحضاري وذلك بعد تلقيه مبالغة وصلت إلى نحو 34 مليون دولار ولأن تاريخ قطر حافل بدعم الإرهاب والتطرف وتمويله بطرق مختلفة تعالت الأصوات في الدنمارك خوفا من أن تطال يد الإرهاب القطري من سكينة بلادهم فتقلب رأسا على عقد ومع ظهور المعلومات بشأن مبالغ التبرعات الضخمة في فبراير الماضي خاصة عندما اتضح أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة حينها كانوا مقيمين في قطر وليست دنمارك أثارت المعلومات على ما تستفهام في برلمان الدنمارك وبعد وقت قصير اتضح أن مؤسسة قطر الخيرية المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي تبرعت بأموال لمدرسة في آرهاوس لتزيد حالة الغضب بين الساسة الدنماركيين وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة الدنماركية خطوات فعلية للتصدي لمحاولات قطر نشرة وجهاتها المتطرفة ودعمها للإرهاب من خلال إعلانها أنها ستقترح مشروع قانون يحضر تلقي التبرعات من بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يوما تلوى آخر يكتشف العالم حقيقة الخطر القطري وحقيقة نظامه الذي أبى أن يعود إلى رشده وأن يلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي ترفض الإرهاب ودعمه جملة وتفصيلة تفصيلة 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 تفصيلة